شو أحلام مستغني؟ شو وضع لك تعب اليوم؟ شرفك ديما مو وقت غلاصتيك لك شبك ولو فوق معمضة طفلك جاو؟ معنى رأيق تلك ديما؟ بله قليلي شو صاير معاك؟ ما بعرف هيك مصير شي حاسي حالي مكتقبة مدعي أمانة مبسوطة ولا تسأليني ليش ما في سبب معين يعني ما في شي هيك كعنيلي لقلي أنا بزات ما صني لقضي بس حاسي بحالت كقابة عامر ضايق خلي طب خلاص امين بسي مننزل منتمشا او منعدلنا اختي بشي كفا هيك منشربنا شي شغلة معنى ها ماني مقتن عنه هيك بدون ولا سبب يعني انتي ما بتاعفيني انو انا وقت بيكون ضايق خلي ما بحب اطلع تمشا ولا بحب اشوف اي ابني ادم بوشي هيك اختي انا هيك بدي اخلي احب انزوي لحالي لحتى تفرش طب هاي ما خليت وسيلة عم حاول غير لك فيها جاو ما عم يمشي الحال طيب قليلي شو بديك لأعمل لك انا عبعرف هيك انا عم بقرأ صفنت بهالكتاب صفنت بالدنيا انا عجب ماني موسوطة ولا الشي بهالدنيا بس تطلعي حواليك بتلاقي بفرر كيف يعني؟ يا شو نواقصك؟ يعني تعرفي مثلا من قبل كنا نمبسط باي اشي يعني انا نمبسط ازرحنا على الجنينة نمبسط ببلوزة جديدة اشتريناها بوردة حمرة باي اشي لك حتى يوم العيد قدك انا نمبسط في اخ اخ ياريت لو بترجع هذيك الايام هذا يلي انا بحكي انو هلا اوصلنا الوقت انو اوكي ممكن تروح يكفي ممكن تروح يمشوال بتشوفي رفقاتك بتحضري حفلة بس هن عم بيكونوا لحظات مؤقتة يعني انو بس لحظة اللي انت عايش تيون مبسوطة وطالما خلص خلاص خلاص الفرح معهم بترجع بتصفني بهالدنيا بتشوفي كل شي كايب حواليكي ما عاد في شي بعده متل الاول لك حتى العيد ما عادوا عيد يا الله يا ندا انتي صايرة حساسة زيادة عن اللزوم كل ما بتسمعي خبر مومنيح او شي شغلة بشعة تبع بتحديد بالتقبي يعني انتي شو طالع بايدك مثلا انت عمليه لك الفكرة انو انا ما عدني قادر افكر بحالي يعني عم بتطلع هالعالم لمعدترا كيف عايشة بتطلع يتلاقي زل وقهر كيف ما فتلتي وشك يلي قاهرني انو معقول العالم خلص كل واحد صار عايش لحاله وبس معقول ما عد فيه حدا بقلب وضمير ورحمة يحس بي غيره هلا نوعا ما معيك حق بس مو كل العالم هيك فيه عالم بيحصوا ببعضهم بس يا أختي والله الواحد صار دوما يفكر بهموم اللي راكبته يعني بتفيقي بنهار بتسمعي خبر هنصبيا قتارت يوم تعني بتسمعي طفلة لقوة مستوتة على باب مشفى غير قصة الشبي اللي كان معه وشان طايت مصاري نسرقت وهو كان قايمون لحتى يعمل فان عملية يعني بعرف انو سنان المدينة الفاضي لقفلاتهم مات وما قدر يعمل وماني عم بيحكي عنا بس انو على القليلة تكون الدنيا هيك فيها بقى شوية رحمة يا الله والله اللي عم تحكيشي بيوجع القلب والعالم بقى شو بدا تلقى لا تلقى حدا غير الجوع والفقر لك وزلي اللي كيف مع دهر وشهم بيعيشوا فيه بارف لهيك عم قلك انو انا حاسة بحالة كقابة عامر بتصدق انو انا كتير بصفون يا الله انو انا بشتغل من الصبح للمساء بطل حمارة واخر شي دوبني طلع بس حقدرش يعيش فيه لك عيش يعني مو عيش حياة مرفهة لا عيش هتأكل وشرب واوقات بصفون انو انا خلص من هاد الشهر لازم ضب مصاري وهفي يومين ثلاثة بكور رايح هاساحبي حالي على هالغزانة ساحبي المصاري اللي عالقصاص بدي ضبهم بصرهم وهي شرطك ازا ما تدينت فوقهم يعني شفتي شو الشي اللي بيقهار انو بتحس المجتمع القصم بس طبقتين الطبقة الفقيرة اللي هي خلص عاشت كل حياته بيفقر وزل وتعدير ورضياني بالواقع اللي هي عايشته لان ما فيها تطور شي من حاله لان شو ما عملوا شو ما ساووا بيبهوا تباع انو مكانك راوح فبتحسيون عايشين الحيات خلص هيك عدوك كل والطبقة الغنية هي بتقدر تشتري كل شي بمصارية ما بينشرها لك حتى هدلون الناس الفقيرين التعبانين بتقدر تشتري حققهم وتعكل عليهم لك وبيشتروا الواسطات بصلي يغضوا فشلهم وفضايحون وبهادلون مو شعطرين غير يتزارفوا على بعض ويتنمروا على بعض وينزروا على بعض شفتك يفوقت بتطلعي بالحياة حواليكي اجباري بدك تحسي بحالة اكتئاب انو بتحسي هاي الحياة مو لقلنا ولحتى تكون لقلنا بنشتغل فيها ونتعب كتير كتير ولا تشتغلي وتتعب كتير بده يكون عندك مقويمات وهي المقويمات مانا موجودة تعرفي انو انا خلص حسي بيقس يعني ما عاد عندي انو ادرأ انو اطمح لشيء او احلم بالشيء او فكر بشيء ما عاد عندي شعور بشيء عرفتي ليش هلأ كل واحد صار دوبا يفكر بس بحاله والله العظيم انا لو بيطلع ايدي ساعة ثلاثة ارباع عالعالم وما خليه لك لك ولا حدا مجروح او متدايق او محتاج بشو طالع بالايد الواحد يعمل كستي بتعرفي ان احنا لسه احسن بغيرنا بكتير بكتير الحمد الله اكيد احسن بس الفكرة انو انو انتي يعني ادما حاولتي تطوري من حالك وقت بتحاولي تقربي من انك تلاقي نتيجة بتلاقي الحياة قاتلك انو الحصان تيوان راحة وبتلاقي كفتتلك مجموعة مشاكل الى اول ما الى اخر بتحسي شو ما عملتي مكانك رابح اي والله عنجد هيك عم بصير تماما بتعرفي انو هادلول اللهمو خلتني حس حالي اكبر من عمري بكتير مع انو المفروض يعني نحنا اي نحنا بعمر نكون هلا عم نعيش فيه وكلك نقل هدلون الشغلات الحلوة يعني هذا عمرنا بس نحنا الهموم والمصايب والتعدير خلانا ما نحس ولا بشي بتصدق كتير اوقات بحس حالي عمريش تسعين سنة مع لهيك انا عم قلك انو حاسة كل شي بحياتي صاير مستحيل دي ما حاسة بيعجز خلص انا ما عاد عندي امل اني اعمل شي كشبك ندوش وين ندى هاي اللي كانت تعطيني طاقات ايجابية يلي تقلي ما في شي مستحيل ورح نعمل مستقبل ورح نعمل احلام لك شبك اي عنجد هذا كان مبدئي بالحياة انو ما في شي مستحيل كان عندي احلام بدي اعمر اثنين وثلاثة لحتى التحقق بس بعدين بتحلمي بتتمنينه بتخططي بتجي بتنصدمي بواقع ما بتوافق ابدا مع احلامك توم محاطق فبتطري اخر شي تقولي بقى اني مستحيل بتستسلمي يا ندى ليش كلهاد الحمدلله انتي وضعك منيح وشغلك منيح وصحطك منيح لك شبدا تقولها العالم اللي اصلا هي ما لم لقيا شغل يعني على اساس اذا لقوا الشغل رح يكون بغطيلهم مصاريفهم بيطعميهم بيشربهم بيعيشهم لا والله تعرفي ما بعرف يعني انا بحس حالي عم بشتغل بس متل متل كأني ما عم بشتغل بس عم باكل وشتغل عايش عايشتي متل متل الحيوانات يا حبيبتي يا عظيم الله يقطعني شو بيمي لاني فاي قوم من الصبح منك كرة نزعت لك مزاجك لكن قومي نشوف شو صار فيهم اصحاب ولا قاعدة مكسر الدنيا عني لا 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 ما بدي لا اسمع اخبار ولا هاد انتنمر على هاد ولا هاد علاق عهاد قومي تلحلى عمينا كاستين متل انا حضرنا شي فيلم كوميدي هيك نغير فيه عن نفسنا من جوهل اكتئاب بتعرفيه عنجات صارة وقت عم بفتح فاس وشوف العالم كيف عم بتعلق لبعضها يا الله شو شي بيزاعيل الطبيعية قداش صارين بيجرحوا ببعض وما هموا اني شاعر بعض كومينتات كتير مؤذية ما انتي لا تعرفي شو صاير بهاي البلد بدك تعرفي اهل هالبلد شو عم بيحكوا عكيف عم بيتعاملوا لا كي بتعرفي شو انا قيمة هقاملكاستين متة وانتي قومي دوري عالفين لانه شكلة بدي تقلب قعد التنكيد تضلى بعد ثلتي ام تضربي اللي زعتي لي مودي الصبح فايقة كنت رايقة